وصل الأحداث دي في ناس كتيرة كتبوا أسمعهم في لوحة الشرف في لوحة الفخر وسجلوا مواقفهم من بدري خلنا نشوف الناس دي كانت مين والتسلسل الزمني للمواقف الداعمين لفلسطين الناس دي كان منهم الحقيقة أو على رأسهم والأمانة يعني لوحة الشرف أبرز من تضامنوا بدري بدري كان على رأسهم رجب طيب أردغان ندين بشدة الاعتداءة السافرة التي تقوم بها بإسرائيل تجاه قبلتنا الأولى المسجد الأقصى في كل رمضان مع الأسف ونحن في تركيا سنواصل وقوف بجوانب إخوتنا الفلسطينيين في جميع الأحوال ده يوم 8 مايو 2021 ده كان بداية التضامن مع الفلسطينيين في لوحة الشرف أيضا معانا الحقيقة فريق السلمية والعرب الكويتي يوم 8 مايو لاعب الفريق الأول بكرة القدم في يرتدون العالم الفلسطيني قبل انطلاقة المباراة ضد العربي ضمن مباريات الدور الكويتي الممتاز تضامنا مع القضية الفلسطينية في القدس فتحية للفريق أو لفريقي السلمية والعربي الكويتيين ده كان يوم 8 مايو 2021 بالتواريخ يا حضرات يوم 8 مايو رئيس أساقفة إقليم الأسكندرية للكنيسة الأسقفية بيقول مأساة التهجير القصري بحق الفلسطينيين العزل من حي الشيخ جراح في القدس للصالح المستوطين اليهود وسط صمت المجتمع الدولي إهانة للإنسانية ده يوم 8 مايو رئيس أساقفة إقليم الأسكندرية وسط صمت من كل الجهات أو الهيئات الدينية الإسلامية والمسيحية الفنان محمد هنيدي يوم 8 مايو قالوا انت قاعد دلوقتي مرتاح في بيتك افتكر ان فيه ناس بتتهجر وتترمي في الشوارع وتسيب بيوتها وقهرا إلا مش عارف ألا الكلام لكن محمد هنيدي أول فنان عربي مصري أول فنان للأمانة سجل موقفه بدري بيسيبه أو ذكرياته ومستقبلهم بيكلم على ترحيل أبناء حي الشيخ الجراح أو الشيخ جراح ده الفنان محمد هنيدي كان يوم 8 مايو عشرين واحد وعشرين وسيظل موقف هنيدي موقف مشرف الحية الفنان عمر واكد في نفس اليوم بيقول إذا كنت إنسان في أي مكان يهم الحق فقضية فلسطين هي قضيتك إذا كنت عربي فقضية فلسطين هي قضيتك إذا كنت مسلم فقضية فلسطين هي قضيتك القدس تسألكم إذا كنتم أين أنتم ده عمر واكد وعمر مش غريب عليه مثل هذه المواقف الإنسانية الرائعة ده كان عمر واكد يوم 8 مايو أما يوم 8 مايو برضو حاتم الترابلسي قال اللهم حرر ولعب كرة قدم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود المعتدين وكن عونا ونصيرا لإخواننا المستضعفين في فلسطين ده الكابتن حاتم الترابلسي والتدوينة يوم 8 مايو يوم 9 مايو محمد سعد دون الكواري مزيع ومحل الرياضي قال اللهم انصر أهلنا في فلسطين واغفر لنا تقصيرنا تجاههم اللهم كن معهم ووحد كلمتهم وشملهم وانصرهم على عدوهم وعدوك وعدو الأنبياء الأول عبر التاريخ الكابتن محمد سعد دون الكواري لوحة الشرف لا يمكن تغفل إطلاقا فضيلة الشيخ الطيب شيخ الأزهر اللي كان واحد أو أهم من أهم الناس اللي طلعت بدري عشان تكتب موقف أو تسجل موقف للتاريخ والدين والضمير والإنسانية يوم 10 مايو يطلع الشيخ الأزهر وقال لا يزال العالم في صمت مغزن تجاه الإرهاب الصهيون الغاشم وانتهاكات المغزية في حق المسجد الأقصى وإخواننا ومقدساتنا في فلسطين العروبة واحد من ثلاثة ستبقى فلسطين أبي على التغاة مهما طال الزمن وسيظل شعبها مرابطا على أرضه وعرضه ومقدساته مدافعا على الأقصى المبارك أولى القبلتين وثالث الحرمين ثلاث تدونات أو ثلاث تويتات كتبهم فضيلة الشيخ أحمر الطيب وهو الوحيد في المؤسسات الإسلامية اللي طلع من بدري لم نسمع عنه ذات الأوقاف موقف ولا من الكنيسة المصرية أما الأستاذ أحمد أو الفنان أحمد حلمي فكتب اللهم أمكنهم من رقاب عدوهم وصلتهم عليه فيسمه سوء العذاب اللهم مفضح من فضح لهم سراً أو هتك لهم ستراً أو تمال مع عدوهم عليهم يا قوي يا عزيز ده كان أحمد أو الفنان أحمد حلمي الحقيقة برضو أحمد حلمي وأحمد مكي للأمانة الشديدة برضو كان له موقف رائع صحيح متأخرين لكنه في النهاية سجلوا موقفهم الفنان أحمد حلمي والفنان أحمد مكي ده اللي تناولوه وإن كان متأخر شوية من زي محمد هينيدي أو زي محمد 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 أبو تريكا اللي كان من بداية الناس اللي على طول طلعوا ووقفوا إلى جانب القضية الفلسطينية زيه زي حاتم الترابلسي وزي الفريق الكويتي العربي الكويتي الحقيقة مش بس عرب ومسلمين عشان بس محدش يقول لكم ومسلمين رئيس أساقفة إسكندرية برضو كان له موقف رائع جداً الأب منويل مسلم برضو كان رائع له موقف رائع جداً وكلنا أو ما اعتقدش أن فيه كتير ما يعرفوش من هو الأب منويل مسلم الفنانين والرياضيين اللي طلعوا أيدوا الموقف الفلسطيني كانت نشرت أنا دول الكلام ده عنهم أهو القدس تنتفض رياضيون وفنانون عرب يدعمونا نضال فلسطين الفنانين أحمد مكي وعباس ابو الحسن هند صبري حمد أهلال محمد عساف والمنشد السيريح يحوي ورجل أعمال أحمد أبواشيما دول ناس من اللي أيدت بدري بدري للأمانة برغم أي اختلاف أو اتفاق اللي أيدوا بدري بدري الموقف الفلسطيني الفلسطيني أو الموقف الإنساني بشكل عام يعني ده كان بالنسبة للمشاهير لكن كان هناك أيضا سياسيين في أمريكا النائبة الديمقراطية الأمريكية رشيدة طليب بكت بعد الحقيقة كلمة ليها في الكونغرس عن فلسطين فنانين ومشاهير في هوليود تضامنوا أيضا مع الفلسطينيين وأدي الحقيقة الخبر بيكلم عنه في عربي واحد وعشرين الفنانين أمريكان بالمناسبة ومش مسلمين برضو بالمناسبة ده اللي بيقوله عربي واحد وعشرين أنه الفنان مارك رافلو اللي طع إلى فرض عقوبات على إسرائيل لوقف انتهاكاتها بحق الفلسطينيين وقال أن العقوبات على جنوب إفريقيا أكبرتها على تحدي السود هناك وأنه حان الوقت لعقوبات على إسرائيل من أجل تحرير فلسطين ده اللي كتبوا مارك أما مش بس مارك ده كمان بورت مانا هو ومخرج أو ممثل أمريكي برضو الحقيقة اطلع بس فوق كمل كمل هو الممثل الجاي ده كمل كمل اطلع فوق كمل الله يخليك كمل كمان الممثل ده اسمه جون كوزاك بيكلم على تويتر برضو وشارك معرفش انت روطي لك اطلع فأنت سمعت كلامي للآخر يعني سمعت كلامي بتزمه بضمير أنا وكانش أقصد تسمع كنامي بضمير كانت تسمع كنامي بس يعني معرفش ليه جريت قوي كده خلاص وكل حال كتير من فنانين هوليود الحقيقة تضمنوا مع الفلسطينيين وقادي مارفل حملة على المؤسسات الإسرائيلية غال غدود بسبب تغيرتها المؤيدة بشكل غير مباشر لأفعال بلادها والحقيقة اللي هيدور هيلاقي قادي تدوينات ومواقف ناس لهم عرب ولهم مسلمين من أساسه لأنه الأديان نزلت للدفاع أو لرفع الظلم فإذا كنت ترضى بالظلم تحت أي مسامة فاعرف أنك ملكش دين والفلسطينيين تظلموا لوحة الشرف لا يمكن أنها تكون أو تكون موجودة بدون تضحيات وبطلات الفلسطينيين اللي الحقيقة أعلنوا أن الحق لا يضيع طالما وراءه مطالب إذا كانت الأمهات دي ودعت فلزات أجبدها وما استخترتها في الأقصى ولا في الشهادة فلا أقل من رجل صاحب أو وضع سروته كلها في برج وهذا البرج تم قصفه إلا أنه صاحب برج الجوهرة استطاع أو قرر أنه ياخد أولاده ويتصور أمام البرج بعد هدمه في صورة وهو مبتسم مع عائلته صباح العيد أمام حطام البرج اللي دمره طيران الاحتلال وعلق على تدمير ممتلكاته قال البرج فدى الأقصى أو فدى القدس والشيخ جراح وفدى إخواننا في الداخل دي الصورة ده صاحب البرج اللي وضع كل سروته في برج وتم هدمه أخد ولاده ليد أو يوم العيد وقرر أنه هو الحية يكتب أحمد الزعيم مالك البرج غزة غزة بيقف مبتسم مع برج الجوهرة مع عائلة صباح العيد أمام حطام البرج الذي دمره طيران الاحتلال والزعيم علق على تدمير الممتلكات قائلا الشيخ جراح البرج فدى الشيخ جراح وفدى القدس والبرج فدى إخواننا في الداخل ربنا يعوضوا كل خير لكن زي ما في ناس بالضحي بأولادها وبصرواتها بالشكل ده وزي ما في ناس كتبوا أسمائهم في لوحة الشرف في ناس اتأخروا وفضلوا يحسبوها شويتين يكتبوا ولا ما يكتبوش الناس دي ممكن نحطهم في لوحة المحرجين اشتركوا في القناة